والبداية مع مولود الحمالية اللي عنده أو منقله أنت من ملوك الأبراج من زعمة الأبراج الطريقة النارية أو المرحلة النارية اللي بتحملك مظاهر فلكية ما بتشوبه أي شيء بمجموعة من الكواكب عم تدعمك عم تحميك عم بتقدم لك أفضل التأثيرات حتى تنطلق للأعلى كل الكواكب مجتمعة بمنطقة النشاط والحركة والعلاقات المريخ والمشتري بالجوزاء الشمس وعطارد اللي برد يباليش يتراجع ببرج الأسد الظهرة بالعزراء الصديق كل هالكواكب بتأمن لك منصبعة لشهرة حركة شعبية وحلول أنت الأكتر إقناعا حاول أنك تستغل هالميزة حتى تدفع بأمورك نحو الأعلى خاصة الأمور المالية يلي رح تتوصل للمكاسب والأرباح أسبوع قوي بيحمل نوع من أنواع المبادرة الجديدة حتى تحسن أمورك وظروفك احتمال أنه يكون في عندك احتفالات بحياتك الشخصية والمهنية مع وجود الأمر الجديد إلى جانب الشنس وعطارد بالأسد الناري الصديق واللي بيأمن لك ظروف ممتازة جدا حاول أنك تستفيد من هالتأثيرات الحلوة لتوصل للنجاح للحب للإزدهار للتفاهم للتعاطف وقدرة على المفاوضات إذا كنت بدون شغل بوعدك أنه رح تحصل على شغل هالتأثيرات النارية رح تكون وعدلة إلك وخاصة وجود الزهرة ببيت الشهرة والميل بالعزراء بمنطقة إيجابية بالنسبة إلك تعطيك أفضل الظروف البداية مع نهار السبت وجود الأمر بالسرطان بموقع معرقل مطلوب منك أنك تترقب وتنتظر ما تصب الزيت على النار وكلمة صغيرة بتشعر خلالها الأمور ما تفقد السيطرة على أعصابك مع بداية هالأسبوع المتقلب من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال حاول أنك تتجنب كل المغامرات والاستفزازات الخطيرة والتطرف على أنواعه تختفي كل هالتناقضات يومي الأحد والتنين مع ولادة الأمر الجديد ببرج الأسد الناري الصديق وهيك بتعيش بداية صفحة جديدة على كافة المستويات بتتصالح مع حالك بتسجل نقاط مهمة أو انتصارات كثيرة على كافة الأصعادة ورح تمارس كمان نجومية مطلقة وجازبية كبيرة بتلطيق الفرص من كل مكان وبتستعيد سأتك المطلقة بالنفس هالأمر يلي بيسهلك أمورك وبيفتح قدامك الطريق وبيخليك من الأفضل الأبراج بتضمن نتائج ربحة أيام حسمي بحياتك المهنية والمالية فيها تجدد أو بتفتح لك لمرحلة مستقبلية مهمة لكن رح تتبدل الأحوال شفية بتكتر الأعمال وبتتعدد النشاطات وبتطرق مفاجآت ما كنت عم تتوقعها بتتعلق بسفر أو رحلة وبتكون أكتر حزما وقدرة على اتخاذ القرارات خاصة بين الثلاثة والخميس تحت تأثير الأمر من برج العزراء يعني راهن على هالفترة المهمة الربحة لح تزدهر فيها أعمالك وتنمى طاقتك بشكل مهم طاقة الاجتماعية الإنسانية والصحية لكن بتخف الحظوظ شوي وتختم الأسبوع نهار جمعة مع وصول الأمر للميزان وهيكي ممكن تجتاحك موجة من الكائبة والضياع والشكوك وبتلتبس عليك الأمور وبتعيش حالي أو أجواء متنقضة بين التقدم والتراجع هيكي بخليك تشعر بالانقباض وحالي من اليأس أو من الغليين والعنف والعدائية مطلوب منك أنك تتروى أكتر وما تعرض حالك للأخطر وانتبه من الحوادث والأمور الصحية عاطفياً بتعيش مرحلة جديدة وجيدة على الصعيد العاطفي والعائلة بتتبلور معظم أفكارك وبتلاقي حلول مناسبة لكل النزاعات بتحسن لقائتك الزوجية وبحل السلام بين أفراد العائلة والولاد والأهل أما العازب بيعطيك كوكب الحب تأشيرات حلوة بيعطيك شهرة بيعطيك ثقة بالنفس ومناخ من التشويق والغرام والرومانسية وبيحملك الحب إلى أجوة جيدة جداً دافية بتعيش فيها لحظات ما بتنتسى